إذن الناس وهران أمامكم مباريات مميزة في نهاية هذا الأسبوع كونوا في الموعد في طبعا قاعة حمو بوتليليس قصر الرياضة حمو بوتليليس في مدينة الباهية وهران تبع شو يا كرة السلة؟ عندكم مباريات مميزة في مدينة تكلال إن شاء الله هاد نهاية الأسبوع رح تكون في قصر رياضة كرة السلة وإن شاء الله الأسبوع القادم نهائيات كرة اليد رح تكون تبعة ثانية في وهران إن شاء الله إذن تعود تولي للحومة إن شاء الله لازم قبل نفوزه هذا الأسبوع إذن بالتوفيق للجميع كرة السلة طبعا هي من بين الرياضات اللي لازم تعود تولي أيضا للواجهة طبعا مشاكل كبيرة أيضا سنتناول على كل حال هذه المواضيع مشاكل مادية في الأكثر نواصل طبعا الحديث عن كرة اليد صراحة عبد الله بن مني لازم نفرق ما بين الحقيقة والخيال في كرة اليد كان تاريخ كبير للجزائر تاريخ ناصع سبع ألقاب إفريقية والعديد من الجوائز الأخرى مشاركات في بطولة العالم وشاركات في الأولمبياد طبعا لعبين كبار جزء للجزائر لكن هذا كتاريخ شيء والواقع حاليا شيء نحن لما نجيبه بوشكريو لأيا كان المدرب اللي كان راح يكون لازم إنسان تانيك يكون واقعي ما نستنوش من بوشكريو يعني عنده عاصة صحرية وراح بضربة ساحر ولا بضربة حض خلاص المنتخب الوطني يعاودي واللي القمة المجتاعون يعاودي نقوله كما كنا سابقا لكن الإنسان لازم يفرق والهدف ربما الأساسي الآن هو إعادة المنتخب للسكة الصحيحة وبعد ذلك إن شاء الله تكون كائنة استمرارية حتى على مستوى الاتحادية حتى على مستوى الوزارة لازم هي أيضا تأخذ الأمور كما نقوله إحنا بحزم وتعاود تضرب بيد من حديد باش تعاود ترجع كورة اليد للواجهة أيضا يعني هذه هي النقطة اللي أنا حاب نقول لك لازم الناس تفرق ما بين الحقيقة والخيال يعني من نسلنا وشكي جبنا بوشكريو خلاص ما خلاص المنتخب الوطني حل مشاريع عندنا ندو كأس إفريقي على كل حال لأن المنافسين تعناهم دربيات الجزائر تونس والجزائر مصر هم اللي بالك حين يكونوا المنافسين الكبار زيد لهم ربما رأس الأخضر أنغولا لكن في نفس الوقت لازم نكونوا واقعيين الأهداف من طالبوش من بوشكريو تعقم تاعه أكثر مما يمكن أن يحققوه بوشكريو الواقع الآن رأوا يقول بللي الجزائر راهي بعيدة عن البوديوم الإفريقي يعني هذا واقع ولازم نحن كن آمنوا بللي هذا واقع بلك تب من قدروا نخدموا على المستقبل لأنه مازلنا قاعدين في في كرة اليد تاع سنوات بداية التسعينات نهاية التمانينات وإن كانت الجزائر يعني تتفوق على كل الفرق الإفريقية لكن الآن يعني لازم نشوفوا بللي الناس الأخرى راهي تخدم ونحن حبسنا كان المشكل من الأشكاليات اللي احنا واقعين فيه أنه معظم لاعبين المنتخب الوطني هم لاعبين اللي يلعبوا في الجزائر الرياضة في الجزائر ما عادة ما عادة شطل القسم الأول لكرة القدم الرياضة في الجزائر الرياضي في الجزائر هو هاوي كيروح يلعب منافسة إقليمية ولا منافسة عالمية يلعب ضد لاعبين محترفين ثم احنا يعني هي كل منظومة رياضية اللي لازم نعود ونشوفه فيها أنا واحد من الناس رأني أتبوأ خيرا في الوزير الجديد لأنه ابن الرياضة ابن الرياضة ميدالية أولمبية في الرياضة أولمبي يعني يعرف كل خبايا الرياضة الجزائرية إن شاء الله يعني تكون فيها مش هي إعادة ناظر لأنه لو كنت نديروا إعادة ناظر سيأخذ وقت كبير لأنه الرياضة يكاينة في الجزائر لكن نظن حان الوقت أنه نشوفه للرياضة من منظور آخر لأنه الآن رأنا نشوفه فيها في الجزائر نشوفه فيها منظور هاوي ومع ذلك رحوا اللعبوا منافسة عالمية تشوف الاحتراف تشوف الأخير يعني كل شيء تبدل عليه كل شيء من قاعات من منافسات من حتى القوانين وتلقى باللي تشوف رحوا كبير ليراك بعيد عن المنافسة العالمية ونهضر هنا في كل الرياضات كرة اليد خاصة هي دركها ماشي خدمة برك الفيدرالية صح الفيدرالية درك فيدرالية جديدة عندهم مشاكل كان مشاكل مادية هذا نتفهمه لأنه تروح فيدرالية ما تقدرش تخدم بلا أموال هذا الحقيق ويقال هذا نتفهمه لأنه حتى البلك نظن أنه المشكلة اللعبين الشباب ما يديروش تربص في الخارج هو مشكل أموال هذا مفروغ منه لازم تكون فيه إعانات للفيدرالية كما فيدرالية كرة اليد لعندها فرق كل موسم تلعب بطولة عالمية يعني ما راهش فيدرالية قال راه تخدم يعني على أولو راه كل موسم عندها عندها فرق في الفئة السنية في فئة الأكابر تلعب منافسة دولية نظن أنه لازم يكون فيه تدعيم أكتر لهذه الفيدرالية وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى وأنه يعني في المستقبل المستقبل القريب لأنه لأنه المنافسات دائمين كينين والجزائر لازم تكون حاضرة ما كاش منها هذيك لا لا ما تروحش يصبرنا خدم لازم دائمين تكون حاضر لأنه كي تكون حاضر لتم تعرف المستوى التيعك وإن رأك لتم لاعبين شبان يشوفوا لاعبين كبار من لعب منافسات هذيك لتخليهم أنهم يحبوا يزيدوا يلعبوا يلعبوا هذه الرياضة ويحبوا يكبروا في هذه الرياضة نتمنى إن شاء الله يعني بيرجع صالح بوشكريو يعني تكاتف كل الجهود قلت لك كل فيدرالية النواة دي خاصة في التكوين لازم التكوين الآن نشوفوا بلي راح كين دورات تكوينية للمدربين عديدة في كل في كل مراكز الوطنية لتدريب ونتمنى إن شاء الله أنه يكون فيه تكوين للمدربين المدربين المكوينين بسمه تكوين للمكوينين هذاك هو الصح لأنه هما اللي يقدروا يجيبونا جيل جديد تعلاعبين ليقدر أنه يكون دون مستوى عالي في المستقبل كانت هناك دورة أعتقد سابقا في مصر أعتقد لكف لياشاف سي هكذا دانير موفي في مصر كانت لياشاف بي نعم اللي شارك فيها صالح بوشكريو نعم إذن أنا لن يش نتكلم على هد المدربين لأنه هد المدربين حكم الأكابر أنا نتكلم على المدربين فئة سنية ففئة سنية هذه هنا maeما الصح هذه يكون على مستوى الاتحادية حديما يكون على مستوى الاتحادية ي encompass أي لهم أو لا حتى لمراكز الوطنية نعم نريبون مدارس إستخدام صوار يدمون ضوارات ت Grupo نتمنى أنه هد المكونن يستفادوا من هد الدورات لتخليهم يكون عندهم يكون عندهم الميزاجور لأنه الرياضة الآن ستميشه بسرعة كبيرة كل يوم تقريبا كما دارت الوزارة على كل حلقة بالأيام بالمناصب البوست بيجيتر دارت لهم تكوين سنة ست أشهر تطبيقية هذوك دارت تكوين مربي هكذا كل واحد على حسب المستوى مربي رياضي مربي رئيسي لأرشيطة الرياضية ومستشار في الرياضة كلهم على حسب المستوى الدراسي وكلهم على حسب مستوى النخبة تمنت قصدك يكون بتلك الطريقة مهيكلة ومنظمة بتلك الطريقة لكن بالنسبة لكورة اليد كل الرياضات لأنه الآن هذه اللي لازم لنا لازم المكوينين يكون عندهم تكوين دوري لأنه قلت لك الرياضة راه يتمشى بسرعة كبيرة وكل يوم راه يكون جديد في الرياضة نحن نسحقه هذوك ليكونوا صغار لأنه في الكبار حتى المدرب عنده مع وحدين كبار يعني يقدر يتعامل معهم لكن الصغار كي تكون تخرج جيل جديد تعلاعي بين صغار يكون عندهم أبجدية اللعبة ويعرف كيفاش يلعب خاصة من ناحية تاكتيكية كي يكون كبير تولجيك سهل الخدم إن شاء الله على كل حال سكندرا هذه نقطة جد مهمة أيضا نقطة التكوين على مستوى تحادية كورتليد على مستوى الرياضات الأخرى أيضا ليس في كورتليد فقط نقطة حساسة جدا تحدث عنها عبدالله بن مني وهي تكوين المكوينين يعني تكوين المربين وخاصة في الفئات السنية الصغرى لأنه لم كان نوله شوية للخلف الجيل اللي راه حاليا في المنتخب الوطني هو الجيل اللي كان في كأس العالم اللي احتضنتها الجزائر أقل من 20 سنة تقريبا هو الفريق اللي راه يكون حاليا للمنتخب الوطني الأول الغطبان والباقية وطبعا في تلك الفترة كان هناك تكوين على مستوى الفئات السنية لكن الآن مع الكوفيد اللي كسر شوية رياضة الجزائرية وما بعده طبعا وهجرت الكفاءات الجزائرية ده تانيك نقطة لازم تحدثوا عليها هجرت الكفاءات الجزائرية ليراح الفرنسا ليراح الخارج وأيضا تعافوا الموحيط بتاع كورتليد خلى حتى أسرة كورتليد ولعبين سابقين دوليين سابقين سواء في سنة والثمانينات 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 ولحتى الحاليين يعني يجب دورهم كين ليهجر كين ليهجر يعني هذا الإشكال لازم الاتحادية تعاود تاخده بعين الاعتبار تعاود تكون إطارات جديدة كفاءة شابة جديدة لما لا نشوفوا عبد الله بن مني هادوما اللي رام قريب للاعتزال نشوفهم في التكوين تعالفئات السنية ترجمة نانسي قنقر